مع تزايد شكاوى المواطنين خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ترد جودة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل والمواصلات وارتفاع تكلفتها بات من الضروري العمل من أجل دراسة هذه الشكاوى والقطاعات الأربعة لمعالجة أوجه القصور وتحسين جودة الخدمات خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في فلسطين الدراسة بتغطي أربع اخطاعات رئيسية للاتصالات وللتركيز على ذلك نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس ورشة عمل في رامالله نقشت نتائج الدراسة حول تقييم الآليات الحالية المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمات الأساسية والنظام حماية المستهلك في فلسطين حيث تأتي الدراسة ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة تي اي اي ثري من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يو ان دي بي والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس والوكالة السودية للتنمية والتعاون الدولي سيدة هذه الدراسات مهمة لأنه رجعت ناقشات وحللت يعني بعمق كل الإطار القانوني والإجراءات والآليات المتبعة وأيضا مدى فعالية ونجاعة جمعيات حماية المستهلك العاملة بالحقل طبعا بكل صراحة بنحكيها وهذا كان يعني انطباع أولي ولكن أكدت الدراسة على أنه في ضعف شديد بالإجراءات سواء من أطراف الرسمية أو حتى من المؤسسات العاملة الدراسة خلصت إلى وجود فجوات في قطاعات الخدمات الأربعة وانخفاض في رضى المستهلكين عن جودة ونوعية الخدمات وأسعارها المرتفعة وضعف في الرقابة بشكل عام بحاجة لإجراءات تنظيمية وقانونية لتعزيز الحوكمة في داقة القطاع لتعزيز الشفافية وأيضا لتعزيز إجراءات حماية المستهلك فيما تعلق في نظام الشكاوي في هذه القطاعات الأربعة وبشكل رئيسي استجابة أكثر من قبل هذه المؤسسات لشكاوي المواطنين من خلال أتمتة النظام وأيضا تعزيز الشفافية في الإجراءات المتعلقة في الشكاوي أنا بدي جمعيات تفرض علي سياسة توجهني رغم أنه المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك هو هيئة استشارية للأسف الشديد المشرع لم يعطيه أي صفة رقبية على التعجيهات الرقبية وأنا بشكر الأخ اللي كان مين براكب على مين أنا لازم أحد يراكب علي يا سيدي اعتبرها توجه وجهني يقول لي يا أبراهيم أنت داكك بس في البطريات السيارات أو داكك بس في العجال وناسي مثلا قطاع الملابس خلي حدا يجي راكبنا في موضوع الأسعار والسوق المفتوح صحيح سوق مفتوح بس هو مش فوضى مش لازم تحكمه الفوضى إحنا مع المنافسة التجارية اتدخلنا في أكثر من مرة بوضع سقف سعري لبعض السلع لكن المشكلة تسوق مش بس رز مش كي سرز وكي سمن كل يوم قاعدين بنواجه مشكلة جديدة في سلع أحيانا بتقدر تحلها وأحيانا ما بتقدر تحلها بظروف أكبر منك وقدمت الدراسة خارطة طريق لتحسين نظام حماية المستهلكين أهمها تطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية وتدريب وتأهيل الموظفين وتعزيز الشفافية في التسعير والفواتير وتحسين آليات الإشعارات المسبقة وتطوير أنظمة الشكاوة والاستجابة السريعة لها وتعزيز الرقابة والإشراف وتعزيز الوعي لدى المستهلكين وتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك وتطوير قدراتها وتعزيز شروط الصحة العامة وسلامة المنتج والابتكار واستخدام التكنولوجيا في مجال تطوير أنظمة حماية المستهلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر